بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غاني نديروه على السردين يعني كفسة ديال السردين اللي غادي تكون مشوية معنا في المرحلة اللولة وفي المرحلة الثانية غادي نوريكم مقلية بالنسبة للمقادير غا نحتاجه في المرحلة اللولة نسكيلو ديال السردين هنحتاجه تحميرة اللي بزار الخرقوم كامون والقصبور مطحون عدنا معرقة كبيرة ديال الملحة من الصحامضة اللي غادي ناخده من العاصر ديال هات قريبا واحد معرقة كبيرة عدنا معرقة صغيرة ديال التومة بسلة صغيرة محكوكا معرقة كبيرة ديال زيت البلدية عدنا قصبور ومعدنوس والمكون السحري اللي عدنا في هاد الوصفة هو الشحمة الشحمة اللي انا قطعتها رقيقة غادي نطحنها من بعد غا تعطينا هاد الشكل غا نوريكم القاوام ديالها كيفاش كيكون هاد الشحمة غادي نزيدها على السردين ديالي غادي نطحنها غادي نضي نص الكمية ديال السردين غادي نطحنها مع هاد الشحمة وغادي نخلي نص الكمية ديال السردين الخرا حتى نطحن اللولة وغادي نزيد هالي هانتم ماذا بيلا شو معي هوا استردين اللي يزد عليها وها هي الكفتة مع الشحمة اللي طحنت في المرحلة اللولة غنعود نطحنهم باش يتداخلوا المكونات مع بعضياتهم بحيث ان الشحمة ما كتبانش في هاد الوصفة نهائيا غتعطيني هاد لقاء هاد الشكل انا طحنت الكفتة ديالي من بعد ما طحنتها غاني نزيد لها المقادر كاملة لقناها في اللول ديال الفيديو اول حاجة غاني نبدو بها اللي هي البصلة غنديروا البصلة ديالنا هي اللولة غنزيدوا التومة تقريبا معنقة صغيرة ديال التومة غانديروا جوج معالق صغير ديال قصبورو مع النوس غانديروا عاصر ديال الحامض ديال تقريبا معالقة كبيرة ديال العاصر ديال الحامض غانديروا ليبزار سكنجبير تحميروا قصبور مطحون كامون معالقة كبيرة ديال معالقة صغيرة ديال الملحة غانديروا معالقة كبيرة ديال الزيت البلدية غانخلطوا العناصر ديالنا كاملين أنا خلطهم بالمعلقة اللي بغى أنه يعود يطحن العطرية اللي درنا والمكونات الأخرى ديال الوصفة مع مع السدنين يعود يطحن ماشي مشكلة أنا كنخلطهم غاب المعلقة هنا درت الكفتة ديالي كويرات على هاد الشكل كيبقى الحجم اختياري كيلي كيبغيهم كبار كيلي بغي كيبغيهم ها كامتو بسطين من بعد غانين ندير الفاخر ديالي يوجد باش نشويهم نبقاوا معايا غادي نوريكم الفاخر ديالي منين يوجد من بعد ما درت الفاخر ديالي يصخر فوق البوطة من بعد درسوا في المجمر ديالي كنخليه يزند واحد شوية يعني دخلوا السخون يمزيان يعني باش مني ندير الكويرات ديالي ضغيه طيب وليا اصلا الكفتة ديال الحوت ضغيه كالطيب ما كتاخدش معانا وقت طويل أنا استفت الكفتة ديالي ديال الحوت فوق المجمر ديالي منعودش لكم واحد الريحة كتطلع رائعة غاستمر بنفس الطريقة كنخليهم يطيبوا مزيان على وجهة عادي كنديرهم على الجهة الوحرى حتى يطيبوا مزيان كما قلت لكم كنخليهم يطيبوا مزيان من واحد شها عادي كنقلبوا الحوت ديالنا من بعد ما تشوو هانتو ماشتو اللون ديالهم ديك شي جا رائع واحد الريحة اعطاو واحد الماضاق ما ما نعودش لكم غزال انا كنفضلهم شوين على مقليين ولكن وخا هكا قاني نوريكم الطريقة الثانية اللي يمكن لكم تقليوا بها الحوت ديالكم السردين ديالكم انا تقريبا ندرت نفس المقادر غي هنا تقريبا ندرت واحد كيلو ديال السردين اللي يزدع له بصيلة محقوكة وشحمة والقزبور ومع الدنوس اللي ما اخداش معي العطرية من اللول ديالفيديو ها هو غي اخدها معي ادابة تقريبا ادابة درت معي صغيرة ديال القزبور ما مطحون معي بقى صغيرة ديال الملحة كسب قلع عطرية عينك ميزانك انا ما كنديش المقادر مضبوطة في العطرية لان كل واحد اشنو كيفضل كاللي كي تحميرها الكامون الابزار اهنازت واحد المكون اللي هو السودانية ولا الحار يعني اللي كي بغي شوية الحار يديرها كما كتلكم انا العطرية ما كان عطاش مقادر مضبوطة لان كل كيفضل الملحة زيدة كي لي ما كي بغيش الابزار زايد يعني المقادر ديال العطرية كتبقى اختيارية على حسب كل واحده الضوء دياله غادي ننكور ندير هم قريصات هكا ولا شوف كل واحد على كيفاش كي يقول يا ممكن ندير زيدة ديالي تاكا تسخن المقلة غادي نكور كيفتا ديالي ديال الحوت غادي نستفهم كي ما كتلكم في منفس الطريقة كيفما كان شوي وكيفما في في القلي يعني كنديروه معلى واحد جهة حتى كي طيبو مزيان عاد كنقلبوه نستمر بنفس طريقتك كي تحمر معي الكفيتات كاملين هان شو ما كي ياخدوا واحد اللون رائع احتى بهالطريقة كي يجي ولددي صراحة انا هدي هدي الطريقة المفضلة عندي السردين طبق ديالنا كيكون على هاد الشكل انا غاني نرافق هاد الاطباق بثلاثة ديال الشليدات اللي غاني نوريهم لكم دا ببقى معايا باش نعطيكم ما قادر ديال شليدات ادنا جوج خيارات ادنا جوج دنجالات ادنا جوج ماتشات و بصيلا صغيرة هنديرو شلدات ماتشة شلدات الخيار و شلدات ديال الدنجال بالنسبة لشلدات ماتشة سنحتاج لها جوج حبت ديال ماتشة اللي يكون غاني نحيدو لهم هاد القلب ديالهم غاني نحيدو لها القلب ديالها غاني نحتاجو بصيلة صغيرة اللي غاني نحكوها غاني نحتاجو ملحة الإبزار كامون الخل أبيض الخل أبيض أول شيء سنقشر نقشر القلب المطيشة من الفوق و من تحت سنقوم بقشورها سنقوم بقشورها سنقوم بقشورها سنقوم بتسمر قبل ان نكمل المطيشة سنقوم بقشورها قمت بقشورها نقوم بقشورها لنضع البصيلة سنقوم بتسمر نضع البصيلة نضيف الكمون راس معلقة الكمون راس معلقة الكمون راس معلقة صغيرة شوية الملح راس معلقة الكمون خياس الملح راس معلقة صغيرة الخل راس معلقة صغيرة الزيت البلدية نخلط المكونات كاملة نضيف الكمون نضيف الكمون شيئ الثانية الدنجال بالنسبة ل المقادر سنحتاج إلى تحميرها ملحة البزر الكامون نضيف الكمون الدنجال ديال ديال الدنجال خاصة تكون تشوات ليه باش باش نلقاه هرطب من الداخل انا غنستمر بنسط طريقة هنقلبو على جهة الاخرى حتى يتشوى مزيان من بعد ها انتم ما كتشوفو هرا بده كيدبال معانا مني كيدبال الراسافرة كتلقاه انه تشوى مزيان من الداخل غادي نديرو في هاد البلاستيكا غادي نسد عليه باش كيصهد وكيطلق ليدك القشور كيجو ساهل باش انني نقيه غادي نقي على ها الطريقة هنتم مشتو القشور ديالو كيتحيدو بوحدة هما كيوحلك ما احتى حاجة كيجي ساهل فتنقيه من بعد كنحيد لها الراس ديالو غادي نقطعو ارقيق هكا بها الطريقة هنقطعو مزيان غادي ندير العطرية ديال اللي هي الملحة كما اقلت لكم مقادر ديال العطرية انا كتبقى كل واحدة على حسب اللي هو ديالو على حسب الدوق ديالو اه تحميرة الكمون ابزار غادي ندير معلقى راس معلقى ديال المايوناز راس معلقى ديال معجون ديال الطماطم غادي ندير معلقى صغيرة ديال الخل الاحمر ولا البوني كيف ما كتبقوا لي انتوما عندي معلقى صغيرة ديال زيت البلدية غادي نخلط العناصر ديالي مع بعضية تحتك الجانس مزيان جايبين مواقع ديال بغاني نقدم معاكم شلادة الاخيرة اللي عندنا في هذا في هذا الفيديو اللي هي الخيار اللي غادي نحتاج وجوج خيارات نيمونة متوسطة ولا كبيرة تازات المعالق ديال سانيدة ماء ديال الزهر يعني نقشر آآ الخيار ديالي بالنسبة لهال ثلاثة شليدات انا بالنسبة ليه كافيين غانا رافقهم مع الطبق ديالي يمكن لكم تزيدوا الشليدات اللي بغيسوا انا فضلت انني نشارك معاكم استردين كفتا بجوج طرق وفي نفس الوقت نوريكم شليدات اللي رافقت معها غادي نحك لخيار ديالي غا نستمر بنفس طريقة نحك الخيارات بجوج غادي نزيد عليهم آآ ليمون اللي غادي نقشروا بهذه الطريقة الجلدات اللي غادي نضيفا في تاديك المغادي نحك نضيفayan لغادي نصيف انني اضيفها باقي ما وجدش الليمون ديال العاصير اه غادي انا ما استعملت هاد هاد النوع ديال الليمون لي متوفر فهد فهد الوقت غادي نحكيها بهات الطريقة فوق الخيار هذه النتيجة اللي حصلت عليها من بعد غادي نزيد على الخيار ديالي معلقة ديال مزهر غادي نزيد جوج معلقة ديال سانيدة كما قلت لكم سانيدة ولا المقادير كتبقى على حسب الدوق ديال كل واحد هادو من الاطباق اللي وجدت معكم كانت مني ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفات كاملين غادي نوريكم واحد المخليلات اللي غادي نديرهم معكم في فيديو ان شاء الله ما بقى لي الا نقول لكم رمضان مبارك سعيد اللي يدخل عليكم بصحة والسلامة والى اللقاء في فيديو جديد في القناة ديالي السلام والسلام عليكم اللقاء في فيديو جديد في قناة ديال teachers